وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب التصير ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار تلاثي كسن ما لم يكن بالتاير ذا لبسي كشجر وبقر وخمس أبيات ثلاثة حلوة ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل يعني هناك تصير يسمى تصير الترخيم الترخيم لا بد أن يكون في حذف كما تعلمنا في سعاد حينما نناديها فنقول يا سعاد وفي منصور يا منصور وفي مثلا يا محمد يا محمد وفا أفاطم يا أفاطم مثلا هنا كذلك التصير في الترخيم هناك حذف لكن لا يلزم أن يكون الحذف كذلك الحذف لا يختلف هنا فيقول الذي يريد أن يصغر اللفظ الذي فيه زيادة فإنه يكتفي بالأصل فالمعطف تصغره إذا أردت الترخيم هو معيطف لكن إذا أردت الترخيم تصغره على عطيف وهذا طبعا يسري على ألفاظ كثيرة وأسماء كثيرة ومن ذلك مثلا إبراهيم وإسماعيل يعني ممكن أن تصغر على بريهم أو تصغر على سميعل أو أبيره وسيمع أو بريه وسميل طبعا هي أسماع أعجمية لكن كأنك تتصور أن الأصل في إسماعيل سمع فتقول سميع أو تجعل الياء هي الزائدة مثلا أو الألف فتقول أسيمي والهمزة كأنها أصلية طيب هذه الأشياء تنفع من هي تستعمل طبعا في النثر وفي الشعر لكنها تنفع الذي يريد أن يستعمل ذلك اللفظ في الشعر في الشعر أحيانا ما تستطيع أن تأتي بإبراهيم أو بإسماعيل يضيق عليك الوزن فتقول بريه وسميع هذا احتجت إليه أنا في استبرق الدباج والحرير هذا النظم الذي نظمته في رجال في الضعفاء الصغير الذين ذكرهم البخاري في كتابه كتابه الضعفاء والأسماء لا تستطيع أن تغير فيها كما تغير في الكلمات ممكن تجيب بدل خارجة تأتي بذهب أو صرفة أو نحو ذلك وحضرة ممكن تقول أقبل أو أتى أو جاء أو نحو ذلك لكن هنا هذه أسماء جاملة كما هي فالشعر لا يستطيع أن يغير فيها فتقول سميع أو سيمع على حسب ما يتيسر إذن أولا بالنسبة للإسم الذي يصغر للترخيم لا بد أن يكون مزيدا طيب خلاص ما في يتصغر إسما أصليا لا بد أن يكون مزيدا فتحذف الزائد وأن تكون الزيادة صالحة للبقاء في غير الترخيم المصغر طيب ثم قال طبعا ليس في تصغير الترخيم ما يصغر على فعيعيل لأن الترخيم ينافي الزيادة فلا تصغر شيئا تصغيرا ترخيميا على فعيعيل لما فيه من الزيادة مثلا عودا على ما ذكرنا لو أردت أن تصغير مثلا زينب لا تقول زينب إذا أردت الترخيم تقول زنيب طيب ومثلا سعاد ما تقول سعيدة تقول سعيدة كأن الألف ليست موجودا طيب ثم قال وقت بتتأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسم طيب هو القاعدة التصير يرد الأشياء إلى أصلها فيقول ما حدف في الأصل رده عند التصير اختم بتتأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي إذا كان ثلاثيا والأصل فيه مثلا التا فتأتي بالتا لكن هو اشترط في هذا قال ما لم يكن بالتا يرى ذا لبسي يعني ما لم يكن هناك لبس إذا كان بالتا كشجر وبقر وخمس إذن إذا كان اللفظ خاليا من علامة التانيث قرنته بالتا عند تصيره رددته إلى الأصل كما حتى نبهنا على ذلك في يد وقلنا يديا فتقول في كتف كتيفة وسن السنينة ونار نويرة وفار فويرة وهكذا فتصغر على هذا في عين مثلا عيينة كف على مؤنث تقول كفيفة لكن هو قال بشرط أن لا يكون هناك لبس أنه يصير لبس لا ندري هل هذا التصير لهذا أم لهذا مثلا كشجر وبقر وخمس إذا قلت الآن في شجر تريد أن ترده إلى الأصل تقول شجيرة هل هو تصير شجرة أم شجر هنا لا يقول لك ما لم يكن هناك لبس إذا كان هناك لبس فلا ترد لا ترد هذه التا فتقول شجير في تصير شجر لأنك إذا قلت شجيرة فإننا لا ندري أهو تصير شجر أم تصير شجرة وكذلك بقر بقر أم مقيرة وخمس هل هو خمسة أم خمس خمس كلمات مثل خمس لأن خمس يؤنث يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر فتقول خمسة خمسة رجال وخمس نساء فلا ندري حينما قلت خميسة هل هو تصير خمسة أم خمسة فلا هنا تقول خميس إذا أردت أن تصغير خمسة وهكذا وإلى اللقاءة إن شاء الله